حل مشكلة الإعلانات على تطبيقك الخاص واتساب اليوم سنتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضغط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بنزول الأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة هنا نقوم بنزول الأسفل للبحث عن تطبيق واتساب في هذه النافذة نضغط على واتساب ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى تخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتهديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو هنا نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر